السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة ويبسيكم حالي عموانين يا ربكم وكلكم بخير ومعدنا النهاردة مع مراجعة شبتر ايت اهم عسلة من المنزمة بازن الله نحلها مع بعض خلاص نسمي الله كده مع بعض ونشوف الدنيا اللي بتقولين طيب بقول لي هنا الهول طبعا بليها نصل لتشارج التعميل الهول اللي جماعة بتكون بزيها زي البروتوم مثلا بيضي لها ناقشه وجهو 아니라 بوسط لانه salted wine inside الايلى عندي هنا ساكور السيليكون ده طبعا بيكون ايه ده رسمي كندكتور الار بتاعته بتقل طبعا الكابر الكون behavior اللي هو بزيدة. طبعا الكارنت بيكون اقل. طيب هو بيقول لي اصلا ان الاتنين ليهم نفس 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 يعني نفس تعريبا. لأ سوري مش نفس الار اللي هونما نفس ليه? مش نفس المهم انه قالك ان الاتنين ليهم نفس يعني لحد الوقتي في الحالة اللي قدامك دي كارنت اللي فوق قد الكارنت اللي تحت. طيب ايه اللي هيحصل بقى? طب لو بتاع الاتنين يا جماعة قلت. تركزوها معايا قوي. هنا الراجل ده. الار بتجد اضغطها بحصل الله ايه? لا الار بتزيد.łu行يي لان الار بتقلي البوند عمية تتكون مش بتتقسك. لفل الألكترونات اللي فيها عمية ي expl you بدكت عميةها تقلي. عمية ماذا تقل. ببقى الار بتزيد فالي هاي Hayil لكن هنا ده ده الار دايركت هنا مع willst الار ده شابتر وان. لن influx الات الرو هتقل فالار تقلي فالقرنت اللي هنا heads you'll hezied. يبقى نسبة اللي دخل لاميتر تو هايبقى اكبر من نسبة القرنت اللي دخل لعميتر وان يبقى تو اكبر من اين? من وان. سؤال اللي بعده? سؤال غريب فيك كده بس انا عارف انحله ازاي. ده كده 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 حلل نمع بعض الحصة بيقول لك اني فورملا من دول بتريبزن افكره. بتاعتي او الكريستال اه سوري مش الكريستالة بقى. الشريحة بتاعتي اللي بتبقى ايه? يعني كل الشحنات تساوي كل الشحنات النجري. طبعا نختار ايه? نمبر بي. اللي ان النجري ده لهو الاكتونات اللي هو الهولز وان الدونرز بيكونوا ايه برضو لان هما بيدونات الاكترون بيلوز الاكترون. السؤال اللي بعده? يشبهه بالزبط بس هو هنا عايز ايه بقى? لا ده انا عايز هنا العكس ليه? هنا بيساوي الان اللي هو الاكسيبتورز معاها مين? معاها الالكترونز. يبقى كده الشحنات النجري بتساوي برضو ده اكبر دليل على ان الكريستالة بتاعتي بتفضل نيوترونز. السؤال اللي سؤال غريب. لو انت ركزت هنا كلهم سيليكون اترونز وحينا في ايه? في هنا فوسفرس. ففيه الاكترون زيادة فري. طيب. الاكترون الفري ده يا جماعة الفوسفرس قوعة تنسى ده بيكون ايه? ان دونر. والاشارة بتبقى ايه فوق الدونر؟ بيتبقى بوسطف ليه? لان ده بيدونات بيقدر حاك الالكترون بيلوز الاكترون. فطبعا انت بقى بتشارة بتاعتي بتبقى بوسطف يعني دي اترون. السؤال اللي بعده اكيد ايه? حالي نوع بعده برضو الحصة فكركم بيه بسرعة كده. كلهم سيليكون برضو لكن دي ايه? بورون. كم الكترون حوالي البورون? هو السيليكون الطبيعية مسلا زي ايه? زي دي. دي مسلا. حاوليها دلوقتي كم الكترون الداير لانا بعملها دي? حاوليها تمانية. هي معها اربعة وبتعمل كنتربيوشن او بتعمل شيرنج مع اربعة حواليها. حاوليها تمانية الكترون زي عاملين بوند مع بعض. لكني ادي نقصة الكترون. يبقى حواليها كم الكترون بس? كم بس؟ حواليها سبعة. بيقولك ايه عدد الايلكترون زي كووال مت Lub线 البورون م曬 التي حوالها تقول كم تقول سبعة. سبعة الكترون بس حواليها. لكن هنا كم بقى حوالين السليكون اتم؟ لا. ده هنا بيكون هنا سؤال غريب. بس ايه؟ كافي يشكلكك في نفسه. نفس الكلام هنا ده برضو لانا لو كان دونير بيكون دوستي لاني؟ لأن هي هي فيل الالكترون اهو ايه? زيان. طيب بيقولك بتعمل كام بوند اربعة كده كده. وبقى فيه ايه? الالكترون زيادة فري. لما حط فوسفرس اتوم طبعا بيكون ايه ايه اتوم? ايه ايه اتوم? لان دي اتوم واحدة فوسفرس ماشي? طيب اتومك تشارج للفوسفرس بعد ايه? بعد ما بيتحط طبعا فوسفرس ده بيدونيت ايه? ايه بيكون بوسطف وان. يعني فوسفرس ده جماعة بيكون ايه? الدونر بيكون بوسطف لان هو بيقدل حياة الالكترون اللي معي. طيب لو انا عندي برور كيسة الدول ده باترون اللي التوتر التشارجة تاعد الكريستالا بيكون ايه برضو? بيكون زيرو. ليه? لان الكريستالا بتبضل نيوترل. طيب الالومنيوم ادد لايه? الالومنيوم ده طبعا بيكون ايه? ان اكسيتر. ده كده كده. ماشي. يتحطى على البيور يلي حصل ايه? بالرقم ده يبدأ في بيور? ايه ايه يا جماعة? هاي ده الكيور ايه. كيوري. بغضه ايه ايه. طبعا بغضه اتسكر على طول. وacks بالرقم ده. ان اكسيتر. طبعا ده ايه يا جماعة? كده? ايه受 الى ال P Yes Itime. حاجة انتنين. لو سألتك على عدد um!! تحسيبه ازاي لو سألتك العدد تحسيبه ازاي? طبعا الهولز بيكون هما مين? اللي انت حطيتهم. يبانا هنا ده عبارة عن النه من غير حسابات. لو سأل العدد الالكترونات هقول له من اللي هو في ماس اكشن ان ده يسألك على الهولز يسألك على لازم يكون حافظ المسائل دي مش مجرد بقى لك عايز يحسب كونسنترشن اللي هو مين يا جماعة اللي هو الان بس اللي هو كام وتساقوارها وتحت طبعا الهولز اللي هو مين اللي هو تن بار ففتين هتعمل ايه في البورات هتمنسها? اربعة عشرين اشيب منها خمسة عشر يطلع كم? طلع لك تقريبا تسعة. يبا تن بار تسعة. سؤال ليه بعده? حلو قوي. بل حتى دلوقتي انا عندي حاجة اسمها الان طيب. قال لك الكنسنترشن بتاع الالكترونات او في الكريستالة بيساوي تن بار تن. وكنسنترشن بيساوي ايه? تن بار تتين. حلو قوي. يبقى مين الراجل ده? الالكترونات او الهولز. يعني يبدأ كده مين الان اوي. حلو قوي. ومين الرقم ده الانبيوريتيز دي اللي هي مين اللي هو مين يا جماعة الفوسفورس. الفوسفورس ده بيكون ايه? دونرز. ان دونرز. حلو. لازم تكون حافز من الدونرز ومن الاكسيبتورس. اولا ايه نوع اللي تشبه? طالما انت حددت فوسفورس بدا ايه طيب الاكترونات هيبقى اكتر من الهولز. طيب بس كده بس كده. في السؤال ده بيقول لي ايه? علاقة الان نيجاتيب بالان اكسيبتور طبعا كمان الان اكسيبتورس دي حاجات نقصة الاكترونات صح? فكل ما بزود عدد الهولز اكيد عدد الفري الاكترونات هيقل. طبعا لو زودت الاكترونات طبعا عددهم الفري الاكترونات هيقله. السؤال ليه بعده? بيقول لك التمبريتشر هتزيد. دو بدق السمي كوندكتور. طب اه لو هو بي طايف. طبعا بالنسبة للك التمبريتشر ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد لان البروكن بونس عمالة تزيد. عمالة كسر بونس. كلها من الفري الاكتروز والهولز دونت تشينج لقا هيزيد يبقى هيا تشورس نمبر بي. سؤال ليه بعده? تيور. يبقى مين يا جماعة الرقم ده? قال لك ده تشارج كاريرز لكلهم على بعض. طبعا تشارج كاريرز ده يعني الكترونات وهولز. صح او لا? يبقى الرقم ده عبارة عن الاتنين بلاس اللي بعدها. طبعا هما بيكونوا اكول صح? يبقى انا عندي الالكترونات زائد البي اللي هما الهولز بيساوي الرقم ده. سري بوينت تو في طب ما انا عارف كده كده الالكترونات هما هما الهولز صح ولا اقا? هو عايز ايه? عايز عدد الهولز بس. طب ما انا الان ده ممكن اعود عنه بي? بي. يبقى كده بي بوستف زائد بي بوستف يطلع كم بي بوستف? يطلع اتنين بي بوستف هو ده مين الرقم ده? سري بوينت تو في كام اتناشر. عايز بس تسمع كام تسمع لاتنين? سري بوينت تو. اتناشر على اتنين يطلع لك كام واين بوينت سيكس? طبعا السؤال? بوكي تجاب اكتر من كنة اكتر من خطوات واشبتهاك خطوات. يعني بوالك مسلا انت واخوك انا ام ادي ايه? ام ادي لكل واحد فيك وقدي بعض. وانتو اتنين او اخدين متين جنيه. ما هو الرقم ده? يمثل كل اللي واخدينه اه اه اللي تشارج كارييرز. كل عدد اللي تشارج كارييرز. اللي هم عبارة حاجتين ايه كوان لبعض? يبا انا وعيس حاجة واحدة اديها اسم على كام على عددهم اللي هم اتنين. بس. السؤال ده بيقول لك بالرقم ده. الهولز بالرقم ده. طبعا يا جماعة من الكبير? اول حاجة على نجد تروحها الباور. ده باور اتناشر لكن ده باور تربتاشر. من الكبير طبعا الاكترونات هو الكبير. يبقى كان لان النجد في اكتر من بيبوس. يبقى ده يا جماعة? ده طبعا ن طايف. صلاة. عينيك تروح للباور قبل ايه حاجة. بيقول له لو كونسنتراش الالكترونات والهولز فين? في السيليكون. ذات ازدوب باتوم ارسينيك. طبعا ارسينيك ده اللي هو مين? يبقى ده كده ن طايف. ده مفدقين كده. الرقم ده والرقم ده. حلوة. طبعا يا جماعة طبعا انا حطيت ده عندي ن طايف. يبقى مين الالكترونات? الالكترونات هما مين? هما الالكترونات. هو مين الهولز? هما عبارة عمين؟ عبارة عن الني سكوار على مين على الالكترونات. عبي lang those two on yours. يصبح مين بم hair 난? حي مين بواسط değil? هاشتف بفاوو. كده يا ج seul مين القنون معي? ما هما الالكترونات هو بيقولا كده الإلكترونات الاسور بيقول لك الالكترونات على الانblicكرونات والهولز. يبقى له كده لا نجلب. وده كده مين القلاب. طلب عن العود تساوي. البي بزتوجه. هتعمل طبعا في الحالة دي. طبعا عايز اق Trail of multiplication ده تعملいたي بل ان هيبقى عبرها عالم rootinander ايه د mercado دا درب يطلع لك 10 bar 22 تحت الروت يدي لك 10 bar 11. من يا جمال ان اي ده عدد الالكترونات او الهولز اهم كلمة في البيور سيمكندرطر هو الكترونات و هولز فين في البيور يبقى 10 bar 11. سوال اللي بعده قال لك انترنسيك او بيور سيليكون بيكونتين الرقم ده هولز طبعا يبقى مين ده ترمانا بيور يبدال ان اي. بيساوي كم عدد الشحنات او مين يا جماعة الالكترونات و هولز الاتنين مع بعض. طب ما احنا الاتنين بيكونوا اكوال لبعض. الهولز بالرقم ده يبقى الالكترونات مال وقد وقدوا برضو. طب انا عايز التوتل النمبر. هعمل ايه في الرقمين? اجمعهم. يبقى البي بوسط زائد الان نجنب هيساوي مين يا جماعة يساوي الرقم ده في اتنين في عددهم. وان بوينت خمسة في تن باور كام. اه تن تايم تو. ليه تايم تو? لان انا عندي الكترونات و هولز اللي تن قد بعض. كان يبقى لك واحد ونص. الكترونات واحد ونص هولز. طب انا عايز ما اجمعهم. اضربوا في اتنين. يطلع كام طبعا. خلاص. صحي اللي بقى لك سيليكون كريستل دوب دي بقاتهم طبعا بنتا فيلان يبقى انت ما عندك حاجة اسمعها. عايز رشو مين? على الفري اليكترون. طبعا اللي انا عارفه في الان تايم بيكون عدد الاكترونات اكبر من الهولز. طبعا عايز على الاكترونات. عايز على طبعا مين الكبير? اللي تحت بدأ اقل من كام? اقل من ون. سوري مش اقل. اقل من ون. السؤال اللي بعده دخلنا في حالنا برضه مع عدد الحسة. بيقول لك هل ده اولا. قال لك ان بيكون رد. يبقى ده كده. وده كده طبعا مين? الناحية التانية. مين يا جمال بيكون معاه بوسطف الان ولا البي? طبعا الان. ليه? لان الان الاكترونات اللي جوه بتبقى بتلوز او سوري الان بيكون بيلوز الالكترونات. يبقى ده كده الان وده بيكون البي طايب. الان بره بقى بتوصل مع البوسطف البي بره بتوصل مع النيجدف. كده الناس ما اللي عندك ده طبعا بتكون. يبقى انت اول حاجة تعرف الطايب اصلا بتعسيم كوندكتور. هل ده ان طايب ولا بي طايب ولا عكس. ناحية التانية. بتعرف شكلهم الاول من جوه وبعد كده اطلع تشوف التوصيلة من بره. جوه الاول قبل بره. ده قلت لك. السؤال ده بيقول لها حاجة مين? بيقول لك انت عندك تلات اشكال. مين في دول? بيكون. طبعا اكبر اكبر بارير. يبقى سي. اكبر فاصل في النص. السؤال اللي بعده برضو حلناها في الحسة. مين في دول يا جماعة بتمثال لك فورورد يبقى الشوهان داخل للجوه. والبي متوصل مع البوسطف ولا ان متوصل مع النجدف. ادي بي مع البوسطف ان مع النجدف من بره والسهمين دول اللي هما الشوهان الداخلين لجوه. يبقى الشويس نمبر دي. بيقول لك لما بيقى فيه ضايد متوصل. ضايد متوصل ريفيرس. ايه اللي بيحصل؟ الريزستنس بتزيد. وبرده نيجي للسؤال ده. اتفقنا ان السؤال ده هنستبعده كده 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 سباك منه خالص. اول سؤال بيقول لك ايه? بيقول لك مين في دول بيرمزينة اتجاه الالكتريك فيلد. افكرك ان الفيلد ده ما بيجي انه اللي فين؟ من البوسطف للنجدف. ده اتجاه اي الالكتريك فيلد. طيب نيجي للسؤال ده لان الريجن الان بيكون معها بوسطف ولا نجدف. والله العزيم بوسطف. ليه? لان الاكتريات اللي هنا بتبقى لوسط. ناحية تانية. والبي بيكون معاها نجدف. اتجاه الفيلد يا جمان من البوسطف للنجد. ده كاتجاه الفيلد. يبقى اني سهم. اي ولا دابل اي طبعا دابل اي? دابل اي. يبقى دابل اي. يبقى دابل اي. السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه علاقة ال اي ديفيوجن بال اي درف طبعا بيكونوا اكوال لبعض كماغنيتود وابزت لبعض كايه? قادة غير اكش. صحيح لي بعده. بيقول لك الكورن في السمي كوندكتور دايت. بيقى فيك كورنط اصلا لا طبعا يبقى زيرو لان البرير بيمنع اي مرور اي كورنط. يبقى كده 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 بداي تزيرو. طيب. قال لك لو السمي كوندكتور بقى توصل باكسترنال. فيه بقى الكورنط بيقى ايه? طبعا بيعتمد على البايوز. لو متوسل مش هيمشي كورنط او متوسل هيمشي كورنط. يبقى يبدل برضو زيرو لأ هيدبند بقى على هل هو متوسل بايوز ولا ايه? سؤال اللي بعده. طبعا ده يبقى ده مين ده البي طيب وده الان طيب. عايز يبقى اي عام? بيقول لك انا مع بعض. قال لك الان فيها بتشارج زان البي صايد. الان فيه شوحنات. بيقى اقل من البي طبعا هاي اللي ايه اللي جابه? الان بيبقى فيه اغلاوه الالكترونات لكن البي اغلاوه هولز باي هولز. سؤال ده برضا حالنا مع بعض الحسة. قال لك الاحس بيكونتين سيليكون دوب دي بايب ارسينيك. الاحسينيك ده جماعة ده رففص طيب. بيبقى الاحس ده عبارة عن ان. لكن الواي منتها عامة مين بورون? البورون ده يبقى اي اي او سوري يبقى ده كده بي. طب الان هو متوصل بالبوستف والبي متوصل بالنجر يبقى ده كده توصيل ايه? يبقى البي الاكس ان والاي والواي بي يبقى ده ايه توصيل ريفرس. السؤال اللي بعده وبرضه حلناها مع بعض قال لك في حالة في حالة في حالة لكده كده معلومة بديهية. عايز ايه? قال لك البالب هاتجلوب plastics. اكبر يبقى انا عايز تكون اقل ما يمكن يبقى اوصله ايه طبعا اه و كده الماشي كده. انا عايز يبقى يعيز سهم يبقى يبقى طبعا ايه يجي كده يعدي سهم تبقى يقبل هذا يبقى bush六 هنا في حالة لا تبقى يعيز فنا عايز اize ايه تبقى اهل يبقى اقل ار ممكن. اقل ار ممكن. يبقى طبعا توصيل ايه يبقى زيل. السؤال اللي بعده برضو هحل النوع بعض. هنا الكورنت هجمعه يمشي فين? في الديريكشن من فوق. لكن يجي من تحت ايه? يلاقي ايه متوسط ريفيرس. يبقى يطلع لي هاف ويف ريكتفاية الكورنت. والسؤال ده? او السؤال عايز عايز اعلى يبقى التوصيل فورورد ناحية اليمين مع البوسطف بوتينشيل ولا ناحية الشمال ريفيرس مع الهاي بوتينشيل او مع النجاتف بوتينشيل? طبعا مع النجاتف. يبقى لده تي. العكس بقى. عايز الريزيستنس لويس. يبقى في التوصيل الفورورد اعلى كورنت. فورورد يعني ناحية المين اعلى كورنت اللي هو مين? اللي هو طبعا البي. اعلى كورنت. السؤال اللي بعده. برضو اتفقنا هنا. الديده ناحية البي ده جماعة البي وده الان. ناحية الان لات بوسطف. ناحية البي لات نيجاتف. ده طبعا توصيل ايه? مش هعدي كورنت اصلا. السؤال اللي بعده. قبل ما افتق مقفل الاسويتش ده. لو الكورنت مشي يعد على وما عادها التانية يلاقي ايه ده توصيل ايه مش عارف عادي يبقى كده ما فيش كورنت هيمشي اصلا طيب العكس بقى لو انا قفلت السويتش قفلت الراجل ده الكورنت هيطلع هيلاقي مصار يعد على خلاص ده سلكي فادي هيمشي في الفادي ومش هينزل تحت طبعا يبقى لتاحت ده كله ايه شورت سيركيت تلغى ويكمل لفوق يبقى انا كده عادت على اني لمبة بس السوال ليه اللي بعد وحلناه برضو مع بعض في الحس لو قارينا كده مع بعض هتلاقي بيقول لك ايه عند الاي از اي وعند البي بي ماشي البي اكبر من البي يا جماعة الجملة دي معناها مين ان البي هو طبعا والاي هو النيجتب يبقى روح عند الايه حطه ويحط عند البي لو انت ركزت كده ما هو ده البي وده الان كده الضايد اللي فوق ده متوصل ايه البوسطر مع الان والبي مع النيجتب يبقى ده كاله هتعمل ليه في السيركيت دي بقى طالما ده هتشيل كل اللي فوق ده. خلاص كيف رعاية الله. يبقى السيرك البداية عبارة عن ايه? عبارة عن ستة برة مع اتناشر وستة وتلاتين ايه? طيب انت عايز ايه? قال لك انا عايز اللي اسم هو اللي معدي في الاتناشر اوم. انا عايز الراجل ده. طب هل ده total current? لا طبعا. يبقى اجيب التوتل الاول وبعد كده اعمل ايه? عام ماي ناسه. طيب اجيب ازاي الاي توتل الاول? هقول له ان الاي 돼요 total عبارة عن ايه? الاول على ار ار توتل ايه? اعبارة عن ايه مش ده عبارة عن الكبير اللي هو السغير اللي هو ال ايه? صح او اده لنا اج welcoming텐 pies جميعا. ربنات فولت ال بي ناقص في ال ايه? الا الار توتل. الار توتل ده بقى لايه عبارة عن مين? عبارة عن ستة س salute اسمع مين? مع ستة وتلاتين بقتني وتلوآ شmn في ستة وتلاتين على اتناشر زاقة دي ستة ثلاتين.安طسك بتلاتين ده عادة لك كام? الاي توتل بقى? هيديني في بي. ناقص في اي على? كام دي تريبا انا هتطلع خانستاشر? ده كده الاي توتل. طب هل ده القنون? هل ده اللي انا عايزه هنا? لا طبعا مش هو. طب ده اجيبوز ازاي بقى ده? ده قنون تقسيم الكارن. انت بقى افكرك ان الاي وان ده او الاي ده هيبقى عبارة عن مين? هيبقى عبارة عن الاي توتل. هو زي ما هو كده? الفي بي ناقص الفي اي على خمستاشر. طايم بقى? طايم مين? الاي ده اللي انت عايزه ده كارنط مين? كارنط الاثناشر. فانا مش هروح اكتب هنا فوق اتناشر اكتب مين? اكتب الستة وتلاتين. المعالمين على مجموعهم? على اتناشر زائد ستة ويه? وتلاتين. دي بقى اكتبة زمائية كده على الالة ازاي? افاهمك. انت كل الاخترار فيها اي بقى عبارة في بي ناقص بي اي? كلها. خلاص يا بقى انت هتشيل من الحوار دة كله? الايه? الفي بي ناقص بي اي. هتملي الالة اي بقى? هنا واحد على خمستاشر. واحد على خمستاشر. طايم اللوكش دي كلها. ستة وتلاتين. على اتناشر زائد ستة وتلاتين. اللي يطلع لك من هناك. هنك عملت ايه? بزلد كهنك خدت الفي بي ناقص بي اي كلها يا جماعة اقل ما يقال عنه انه هو سؤال جامل. السؤال ليه اللي بعده? قال لك فعني من الاميتر عايز اكبر الى الاميتر. بص كده الكلام قال لك الدايود بيوورك از ان اوميك رزيستنس. الدايود ليه ار في حالة الفورورد. وطبعا في حالة الريفرس بيكون امفنت. طيب طلع لقيته امفنت خلاص ما فيش كورنت هيمشي اصلا. هعدي من دهاجة هنا. ده يا جماعة اراية مع اميتر وهنا فيه اراية فوق. طبعا هيتقسم. حلو. هنا هطلع هلاقي اميتر لوحده وهنا في فوق ايه في اراية. جماعة اميتر لوحده يعني ايه? جماعة اقلت انسى ان ار الاميتر بتمثل لي ايه طبعا? زيرو اوم. يعني ده كده كده كانه سلك فاضي. همشي في الار اللي فوق ولا همشي في الفادي طبعا همشي في فادي كله. طبعا هنا الاي توتل. كيبه انا عندي بيه الاميتر خد جزء من الاميتر. الاميتر هو الاميتر هو الاميتر كله. مش هيمشي الاميتر فول لان ده برعا سلكة فاضي بتسحب الاميتر كله. اخر واحدة طبعا لقيت اصلا مش هدخل كهربا لالاميتر انا عايز اكبر معدي على الاميتر. السؤال اللي بعده? افكرك كده لو تلاقينا من السيركيت اطلع همشي هلاقي هنا فيه طريق فوق. بس الطريق اللي فوق ده هتلاقي دايو دي متوصل. انا مش هدخل فوق خالص. هستبعت كل اللي فوق ده. يبقى السيركيت بتاعتي عبارة عن ايه لو انت ركزت? هو عبارة عن المصار اللي تحت ده بس. لو مشيت كده هتلاقي الدايو ده متوصل معك فورورد. وترجع لايه في الاخر اللي اتفقنا? طيب. اه اشتغل بقى ازاي لو انت ركزت كده هم يديني هنا بيقول لك ان فيه بوينت سري فولت. الراجل ده كده الفولت بتاعه بوينت سري فولت. وبعدين? في حالة نوت بين كونكتد. والرزيستنس بتاعته بوين بوينت فايف يبقى الدايض نفسه ليه ار على عغاير المعتاد واحد ونص اي او. لو اعيز اصب الكرنت يا جماعة. كنون بقى اللي انا اللي بتقول لك في الحسة. عبارة عن فولت البطارية. ناقص ان من فولت الدايض. على مين? على ار توتل في السيركيت زائد ار مين? زائد ار الدايض لو ليه ايه? لو ليه. بس لو كنا عوضنا بقى تلاقي البي بيب كام من سيكس بوينت سري. مين الان ده بس? ده عدد الدايض اللي انت هتعدى عليها. طبعنا في المنصر بتاع اللي انا اخترته ده هتعدى على كام دايد. طبعا هو دايد واحد يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ناقص زير بوينت سري واحدة. الار توتل بقى عبارة عن مين? عبارة عن واحد ونص وتلاتة. دي كده مجموعة الارات متوسلين سريس مع بعض. يبقى واحد ونص زائد تلاتة. وار الضايد بقى الضايد على غير المعتاد ليه بواحد ونص. يبقى انا هجمها هنا واحد ايه? ونص. طبعا اطلع لك ستة على ستة يطلع بكام بوان ايه? وان امبير. ده سؤال جميل. يبقى فولت الضايد بشيله من فولت الباتري. خلاص? عادتها لها ضايد واحد اشيل ما ايه? الفولت بتاع الباريير واحد. عادتها لها اكتر من واحد اضرب في عدد البارييرز اللي انت عادت عليه. نبص على السؤال ده. في الا لو ده مفتوح يا جماعة لو انا ما اقردش السؤال. لو ده مفتوح. القرى انت يطلع لها ده فرور ده اللي عاد عليه هيجي هنا. سلك مقطوع فوق مش همشي. لكن الارض همشي ايه? وانورها وارجع للنجلل. ايه 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 تطلع من هنا وترجع تعمل ايه? برويتها. وانا رايح فين انا راجع تاني. براش هابل. افكر انت بيطلع من بوستف عايز يلف ويرجع للنجلل. هو ده سكته الرقيسية. فكر انت كده منور اللمبة قريدي ها? ركز معي. ده والسويتش مفتوح. طب انت بقى هتعمل ايه? قال لك لو السويتش كيه اس كلوز. ايه اللي يحصل? مش عايز يكتب ليه مش عايز يكتب ليه? اه. سوري. لو السويتش كيه يا جماعة اس كلوز. هيقف السويتش ده. ايه اللي يحصل ايضات اللمبة? طيب انت على الوضع اللي عندك ده. الكار انت هيجي برضو هيمشي على اللاقة ده برضو فورورد هيجي هنا. لو اقفلت ده. طب ما هو الكار انت هلاق ده ايه يا جماعة? ريفيرس. انلاقي حتف وشه. وفش كار انت هيمشي هنا. يبقى ده كده ولا كانك توصلته اصلا. يبقى فيها حاجة اتغير ولا اي حاجة اتغير. نازم تتشيني. انت وصلت حاجة اصلا مقفولة. كانك موصل سلكة مقطوعة مش هيمشي جارا انت اصلا. نيجر السؤال الجميل ده. انا بتقين كده انا بنظر تعين السيركت البطارية دي فاسطة 3.6 فولت. ده الواحد وااخد 1.2 يبقى الاري تاخد بيه? تاخد الباقي. هعمل 3.6 ناقص 1.2 بساو 2.4 فولت. كلام محترم. يبقى الار دي ما عايش اكتبها فويها كده عشان تبقى اضحى. 2.4 فولت. مشي. بلكنها عايز ايه? اولا اه ده بيقول لك ان اللايت اه الميتنج ده 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 مديد للباور بتاعه. ومعيه الفولت بتاعه. يبقى انا قدر اجيب مين? من الباور والفولت. اجيب الار بتاعته والاي? والقرن. تعال انا اكتبها ما بقى ما بقى. الاي بيساوي الباور على مين يا جماعة? الباور على البي. الباور صفتا. الاي توتل. حلو. هو عايزي اصلا. انا كده تقريبا مش محتاج ار اللي ايه تضايد. ليه بقى? انا كده معي الاي ومعي اللي على الاير. لو انا طالبت الاير مش هتعمل على اي على خلصة على كده. يبقى الاير بتساوي يا جماعة. في على اي. الفي عادي جدا اللي على اير بتو بوينت فور والاي بكام وان بوينت تو تلقى لك كام تلقى لك صباح الفول السؤال الساعة لقابل. خب فعل لو انت قررت لايه بيقول لك عايز بتاعة الار. ايوانا مش هازغل الار دي. طيب. السؤال اللي بعده واتفاقنا عليها بكده برضو في الحصة. ده يا جماعة بيكون هنا في اسم ايه? اسمه الفولت اللي على بنسميه الفولتج اللي هيطلع لك عند الجهاز اللي انت مصاله برة. مش. طبعا برده ده هيعمل ايه? هيمشي في الاتجاه اللي فوق اللي هو الفورورد. طيب. لو الاتجاه المعاكس مشي من تحت كده. يلاقي ده طبعا متوسط ليه? يبقى طبعا مش هيمشي في الحالة دي. يبقى انت عندك كده 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 او اللي طالع هنا هيبقى ايه? هيبقى مقصوص. طبعا لو هنا في الاختراس سأل على في اوتبوت. لا ده بيصال على اللي هو الفولت بتاع مين يا جماعة بتاع ناسو. يبقى انا كده كده هستبعد الاجابة دي والاجابة دي. ليه لان مين اللي هيزهار لك بالمنزر المقصوص ده? يعني دي كده احتمالات مين? احتمالات الفولت اللي هيزهار لي عند اللي برا دي. اللي هو هيمشي في اتجاه من فوق بس في الفورورد لكن في مش هيمشي. فهمت اللقطة? يبقى انا محصور ما بين سؤال ايه او 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 هو هو كده كده يا جماعة السورس ده بيكون عبارة عن ده اصلا مش ايه مش مقصوص. المقصوص هو طيب انا بقى معي القرنت اهو قبلك ان انت معاك فهو فهم بيسألك على يعني امان. خلاص ما تحولش حاجة والكلام اللي ايه العبيد ده. وانه معي الباريرا هو الجميل بوينت ايه ثري فولت. ومعايا برضو الار بتاعة الضايد. يعني الدايد ده ليه وليه باريار بكام بوينت ثري. ودي معايا الكرنت. المعادلة بقى لسه كتابها بفوق بس مش هكتب بقى الاي بساوي في بي. لا هكتب ايه? الفي ان ناقص ان من الفي ضايد على مين? على زائد ار الضايد. الكرنت معاك بقى اطول بس وايب بوينت ماين اهو الراجل ده وايب بوينت ماين. الفي تاعة الان ده بقى اللي هو مين? اللي هو الانون. ده الفي ان اللي انا طلبه اصلا. ناقص الفي بتاعة الضايد اول انت عادت على كام ضايد هو ضايد واحدة. بقى الان بوان. والضايد ليه باريار بكام بوينت سري. بقى انا هعمل ماينس بوينت سري. على الار توتل ما عندكش في السيركت غير واحد ونص. وار الضايد هي كمان واحد وايه? ونص. واحد نص وواحد ونص. كورسك بقى الجميلة تدرك في تلاتة وباكات وادي ناحية تانية بالايه? بالبلس. هطلع لك ال في انت ربان بكام? ده خمستاشر وتزود عليه يبقى سبعتاشر بوينت آآ سيفن وتزود عليه بوينت السري بقى كام يبقى تمنتاشر. يبقى ايه دي? في انت تمنتاشر. طب لو قلت لي مسلا انا عايز اجيب ازاي? اي فار عادي. والار وان بوينت فايف. هتطلع بكام? قوله فايف بوينت ناين في وان بوينت فايف. طب هتطلع عشان تلا اعمل ازاي البي اوت دي? طبعا هتكون بالمنظر ده. نفس شكل الكورنت البي اوت برده هيكون نفس الشكل. ماشي? ده سويا لكان حلو. نجل السؤال ده. اتفاقنا السؤال ده مالو. طبعنا علي في الحصة برده. نقول كده مع بعضي والسرعة قالك تلاتة كلهم نفس الال والضايد مالو. نفس الريزيستنس حالة الريفرس. يعني الريزيستنس بتاعته زي 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 مين? زي زي اللومد في حالة الريفرس. ماشي? يعني كده كده ده مش هتفاقه سلكة فاضية. ده مش ايه? ده مش اصلا. طيب. هيعمل ايه بقى? لما يقفل الايه? انا هقفل السويتش ده. واقفل السويتش ده. هفكرك ان ده مالسلكة فاضية. هل سلم كانوا لو ايه? لو فورورد. ولو ريفرس هل سلم كانوا ايه? اه سلكة مقطوعة. خلاص يعني هاشطب عليه. هيتطلع هيلاقي هنا ايه? طريقين? طريق كون وطريق الزد. هل في حاجة تمشي في الكون بس? يعني هل هنا في سلكة فاضية? لأ. الزد مش بارل مع سلكة فاضية. يبقى انا كده كده همشي على الزد. حاجة هنا انزل. حتى لو ده يعني لو مشيت من هنا. لو مشيت من هنا ده عبر عن طب لو مشيت من هنا. يبقى ده كان سلكة مقطوع مش هي ايه? مش هيما يعدي فيه كهرباء. في كل الاحوال ده مش فرق معايا. ليه? سواء سلكة مقطوعة انت في كل احوالها تنزل من هنا تعدى على الواي. تنزل من هنا تعدى على مين? على الاكس. يبقى كده 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 تلات لومت واخدين كارن. صح? يبقى سري بالبس اكس واي وزد هم كلهم ايه? لايت اوب. السؤال اللي بعده? ده برضو الكلام عليه ان هنا مستر هنا بقى بيسارك على مين عمل في اوت. ركز كده في اللي ايه في الفرق معبيل السؤال ده واللي قابلين. برضو البتاع ده يا جماعة اللي قول في ان ده بيكون شكل عامل زي ده ايه? خلاص? يبقى لو سال على في ان هو عامل كده. لكن في اوت بقى ناحية تانية هتمشي بالكارنت في اتجاهين. مرة من فوق. مرة من اين? من تحت. همشي كده من فوق. همشي كده. حاجة لو نزلت هلاقي ده متوصل خلاص مش هنزل. هكمل على طول وهنزل كده. ده اتجاهي من البوست الفور همشي بقى من تحت اه? همشي بقى من تحت. هطلع طبعا ده بريج. ده كوبري. يوانا هطلع على طول. مش هفيش انترسيك. اجي هنا خش شمال لا. هتلاقيه مقفول. يوانا ده مقفول هتخشي من وتنزل. نزلت برضو من بوستف للنزل. طب كده مش يستهمين نفس الاتجاه. يبقى نفس الاتجاه. يبقى نفس الاتجاه. اللي ازرق على طول عامل كده. ون بيتي برضو هتلاقي ايه? زي كده. طبعا يبقى او اللي كنا نسميه هطل سري. معلش برضو تأكيد انا عليك. ام تختار دي يا جماعة? لو القرنت عبى في اتجاه ومعداش في التاني. اختار دي. اللي هي ام تختار دي يا جماعة? لو كان ايه سي. يعني لو ايه بص. السهم النبيتي نزل. لكن السهم اللي ازرق طلع. اللي كان عكس بقى لك. اختار دي. مرة من فوق مرة من تحت. مرة من فوق مرة من تحت. ماشي? طبعا دي دي سي قصلا من عمر ما هختار. صحي اللي بعده ده بيمثلي ايه طبعا? ده بيمثل لو انت ركزت معي. البيز متوصلة بالاميتر والاميتر متوصل بالكوليكتور. يبقى مين اللي مشترك الاميتر? اولا الرسمة دي كده بتمثلي كومون اميتر. خلاص? مش. ان بي ان طبعا ما فيش اي مشاكل. مش. عايزي بقى عم. اولا هو مديني اي سي. ومديني هنا مين كمان الاي بي. بوينت وان ميلي. عايزي اي عم? عايز الاي اي. طبعا الاي اي اي ده اللي هو التوتل. اي بي زائد مين زائد اي سي. تجمع التسعة سين بوينت اي فايف على زيرو بوينت اي وان يطلع لك كم? تسعة سين بوينت سيكس. السؤال قوي. السؤال اللي بقده برضو حلنافر حسه عايز اي? عايز الريت. يعني حاجة عالتايم. الفري اليكترون زي يا جماعي. بقى انا عايز الان هيبقى عبارة عن الكيو عالتي من شابتر وان صح? والكيو اللي هي ان في الائي على مين على التي. مين بقى اللي هو طالبه? عايز ليز الاكفاتة انا عايز عبدي الاكفات عالتايم. هودي ال اي نه هتايم بال اي الجلا بال واي دبا انا اقولك اي انا هتاكل ال تي اللي انت محتاجه هو عبارة عن على الاي. الاي بيز اللي هي كم? اللي هي لو انت قلت فوق وان ميلي فتين بوينت وان بوينت سين بوينتين ناينتين. بس كده شوف الرقم ده هتلع لك بكام? طبعا كانت طالعة اول واحدة تقريبا. هكذا. طبعا اول واحدة. تقريبا. نجري السؤال الجميل ده. ودي كده معايا الفي سي اي. معايا الفي سي سي. ومعايا دي طبعا الار سي. هقاود طبعا في المعادلة. انا عارف اي انا هجيب ايه بالزبط. ليه? لان الفي سي سي بتساوي اي سي ار سي. بلاس يا الشباب بلاس في سي اي. هتعود طبعا الفي سي سي بوان بوينت تو. الاي سي معرفوش. وهو ده الانون طبعا الار سي بروبعمية. والفي سي اي بكام اربعة وعشرين ميلي. اربعة وعشرين في تن بار كام. هجيب للمعادلة دي مين الاي سي. حلو? طيب الاي سي معايا وده طبعا مين اللي ناحية البيس دي. بعدها كده الاي بي. ده كده الاي بي. معايا اي سي واي بي. طبعا تجيب ايه? طبعا تجيب كل حاجة اصلا. هو عايز يقصد السؤال. عايز الالفا اي. طبعا الالفا اي دي يا جماعة عبارة عن مين? عبارة عن الاي سي على الاي اي. الاي اي ده لو انت فاكته هو عبارة عن الاي بي زائد الاي سي. ادي الاي سي. يبقى انت هجيب المعادلة دي الاي سي تاخده وتعود به هنا مرة وهنا مرة والاي بي اصلا بيكون جبل. بس كده. تقريبا دي لما حلناها في حاس تلات تمانية وتسعين. تقريبا مش فاكر برضو. نجي للسؤال الجميل ده. برضو مبدأين كده لو انت مستعى الرسمة. الفولت اللي عندي ده محطوط على الارتو. ده طبعا اجابة عن احط اللي هي البي سي سي. يبقى ده كده مين? هيقيس الاي سي. والارتو دي يبقى هي كده كده الار سي. يبقى كالفولت متر ده عبارة عن قراية الأي سي في. ده كده قراية الراجل ده. طيب هيعمل مي بقى. قالت الاروان الاروان دي بتمخلط لي من ناحية البيbase يبقى ليhora الار؟ الاربase هتزيد يبقى الاي بيز. هيقل ولانا عارف ولانا محفظوه لك. ولا دازم تكون فاكره ان الاي بيز دايبا مع الاي سي. الاي سي دايرоч مع الاي بيز. اي بيز ال يبقى الاي سي هيقل. لما طبعا قرية الفلتمتر مالها هتقل. هتقل بس دي لو سير كده هتفتحت وابعش في اي سي اصل. نجي للسؤال ده هو برضو مش جديد معي الفي سي والارسي والفي سي اي هقود هنا واجيب مين يا جماعة هجيب الاي سي. هيقوم معي الاي سي والبيتا اي. افكرك بقى ان البيتا اي دي اصلا بتساوي ايه? بيتا اي كاريش ما بين الاي سي والاي بي. انت هتجيب الاي سي من هنا. يعني ده كده كده معاك. والبيتا اي معاك? بتعرف تعمل كاريش والجيب الاي بي المفروض. طب هو عايز ايه? عايز هو ده الانون. يبقى الاي بيز عبارة عن اي سي على البيتا. اي سي على البيتا. طيب. ايه السؤال اللي بعده? بقى لك الكارنطة تاكوليكتور هدي كده الاي سي بيمس ليه بقى قال لك اتنين وتساين في المياه من الامتر. يعني الاي سي بيساوي ناينتي تو اوبر هندرد اللي هي اتنين وتساين بالمية. اي امتر. اه طبعا ما هده معاك. ده سلتين بوينت ايه زيلو? اه يبقى ده سلتين بوينت زيلو تو. هضربه في مية طبعا. واسم على الكام على ناينتي تو. ده كده مين يا جماعة ده كده الاي امتر. انت عملت ايه? عملت كروس المية الفوق واللي تساين تحت. اتنين تساين تحت. بس وعايز بعد كده عايز البيز كارنط. البيز طبعا هيساوي مين? الاي بيز هيساوي الاي امتر اللي هو معاك. بس ستين بوينت زيلو تو. الاي امتر هتحسينها اعطول بالرقم ده تعمل له ماينس هو ده مين الاي؟ السؤال اللي بعده وده ههل لنا برده في الحسة لو انتركست هتلاقي ان انا عندي الان اللي تحت متوصلها بنيجيتف ومتوصلها برضه بنيجيتف يبقى ده متوصل مين اللي بيبقى متوصل فوروارد. الامتر وده كده البيز وده كده من الكوليكتور. الامتر متوصل بالبيز من هنا. والامتر برضه متوصل بالكوليكتور من فوق. يبقى ده كده طبعا مين? المتوصل بالتنين التانين. نجي للسؤال ده برضو. مين في دول بيستدم كام? جماعة لان انا عارف ان هو في وضع ايه? في وضع يعني ايه? يعني البيز متوصل فين البيز طبعا هو ده? البيز ممكن البيز ممكن البيز لأ البيز لأ. حلو. الحاجة التانية ان طبعا اللي عند السهم ده بيكون الامتر وفوق تحت امتر وفوق. الامتر هنا متوصل بالبوستف ينفع? لا طبعا ليه? لان ده بيكون ان بي ان. يبقى الامتر لازم بيكون فورورد يعني ام ان فورورد يبقى متوصل. دي كده اجابة غلط لكن دي هنا صح مع الامتر بوستف مع الكون لان هو بيكون هاي دي الاجابة الايه? هاي دي الاجابة الصحة. السؤال ليه بعده? دخلنا بقى على ايه? على اللي بنسميه دول. ايه الحاجات اللي اقولت لك قبل كده عليها? نضل مع بعض سويتشات بارلل. يعني ايه جماعة اه نات ولا ان ولا اور? اور طبعا الاند بيكون سويتشات. الور بيكون بارلل سويتشات. دول يبقى نها استبعد ايه حاجة فيها ايه? فيها اند. لان الاند سويتشات. يبقى استبعد الاند واستبعد برضه من الاند دي. يبقى اما ايه? اه بي قصدي اما سي. حاجة تانية. ننضل مع بعض فعن شورت سيركيت يعني بيمثلوا لي ايه? طبعا بيمثلوا لي شورت سيركيت يعني نوت جيت. قادي نوت جيت. وادي هنا فيه نوت جيت. هتعملي بقى هتشتغل على الاحتمال. حاجة من اثنين. الاحتمال اللي ينور اللمبة او الاحتمال اللي يتصيها. طب انا اختار عنه. بص. انتهنا عشان ما تقعدش في الامتحان. تشغل دماغك. عشان ما تقعدش في الامتحان تجرب كتير. تعمل ايه? والله انا هشوف الاحتمالات فيها. اتنور اللمبة والاحتمالات اللي بططفيها. الاحتمالات الاقل هي دي اللي هنشتغل عليها. بمعنى. لو قلت لك مسلا ايه اللي يتصي اللمبة ويخلي هنا زيلو. جماعة اللمبة مطفية يعني زيلو. اللمبة منورة يعني وان. سوش مقفول يعني one. سوش مفتوح يعني زيلو. كلام ان انت لك نتكون حافظه. فاللمبة زيلو يعني ايه? يعني off مطفية. ايه اللي يتصي لو الشهد سير كديا قفرت يعني او الاتنين مقفلين يبني عني تلات احتمالات لطفقوو اللامبة او الثلات احتمالات لطفقاين اللامبة هتوقض تجرب هذه 5 مرات يعني 6 مرات في نفس السؤال لا كتير اللي يشغل دماغه يكسب مين بقى في الثلات يشغل دماغه يعني ايه اللمبة اتنور يعني one? امتى اللمبة اتنور? لو ده مفتوح متقفلش عشان ميبقاش short circuit يعني zero. وده برده متقفلش عشان ميبقاش short circuit يعني zero. يبقى ده يا جماعة الاحتمال الوحيد اللي ينور اللمبة. هابال يا رب ما اتنوره ان شاء الله كده بنتاجكو. يبقى انا هعمل ايه? هدور عال circuit من دول. اللي الاحتمال الوحيد اللي يطلع one هو zero هين. بس. هجرب. zero هين. zero هين. طبعا zero مع النوت one. zero مع النوت one 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 مع الور تطلع one. ده كده كده. zero zero مع الور تطلع zero مع النوت تطلع one. هدور على ايه بقى? هوا كده 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 لازم هتطلع one؟ ماشي صح. هدور على ايه? circuit لو غيرت لها احتمال تديني one برضه. لأ انا الاحتمال الوحيد اللي اديني هنا one ان دا يبقى zero هين. لو فيه circuit تانية قبلت باحتمال تاني استبعدها. لأ انا عايزة circuit ما تقبلتش غير بالzero هين لو عايزة تديني one. فهمت اللقطة? يبقى انا هعمل ايه? هجرب احتمال تاني. واشوفوا في السرك دي يديني one برضه? ولا لا. لو قدتني برضه one هستبعدها. يبقى ديه غلط. يعني مثلا هقول هنا one وهنا zero. zero مع النوت تطلع one. one مع النوت تطلع zero. طب zero مع الاور تطلع one برضه. انا دي قبلت بone تاني. باحتمال تاني. هل السرك ده تيبقى باحتمال تاني عشان تطلع one؟ لا. يبقى ديه كده ايه اجابة غلط. لكن دي اي احتمال تاني هنا هيطلع هنا zero. يبقى ديه الاجابة الصحة. بتدور على السركة اللي ما تقبلش غ بالاحتمال ده عشان يطلع اولا. السركة لو قبلت باحتمال تاني يبقى مش هي ديه الاجابة. السؤال اللي بقى. اولا طبعا. قبل باربقة ابيقولك. عدد عدد العدد الصحة. بيعابارها عن مين يا جماعة. الان ده كابتال ده بيكون عبارة عن two power الان. الان ده طبعا دلو مينة اللي هو. يعني السركة دي واحد اتنين تلات اربعة 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 ابيوت. يبقى انا هعمل two بقاوفي. كام بستاشر. يبقى السيركت دي لها ستاشر احتمال. ستاشر او ستاشر او ستاشر روب. السؤال اللي بعده? السؤال الجميل قوي اتنين ضايت برضو ده الامتحان ها? عايز عم قال لك الكارنت اللي ماشي في الاتنين اوم بيساوي كام. طيب. لو انا تلاقيت ايه كامل بطارية هاجي هنا هلاقي ده متوصل ايه? هستبعده خالص. شيره من السيركت. يبقى التوطل الكارنت اللي عندها التوقع. طب ازاي جيبت التوطل الكارنت? الاي طيبت. الاي طيبت هايساوي ايه? الفي بي باتناشر على الارك ويبنات عدتها على الاربعة وعلى اتنين يطلع ستة. كارنت تبعا بكامل يا جماعة? باتنين قبضي. السؤال اللي بعده? افكرك بيه. معلش حصل اه ماشي. ده كده الاكس كله وده كده مين? الواي. عايز يعمل. قال لك التوصيلة هنا باكورد. يعني باكورد? يعني الباكورد. يعني الباكورد هو بيه? بيجين. حلوة. عايز ايه يعني? بيقول لك نوع الكريستالات تاعت اكس. طبعا هقول له ايه? اني طايب. نوع الكريستالات تاعت وي. هقول له بي طايب. الطايب بتاع الفريد شارجس اللي في الاريا اللي اسمها ايه? لا ثانية واحدة. ده الايه والبي دي? ده دي منطقة فاضية. يبقى ايه نوع اللي تشارجس? هتقول له امتي. كذلك ايه نوع اللي في الاريا بي? هتقول له برضو ان هي ايه? امتي. خبت لك السؤال اللي اقيم قوي. اللي قول بيها يا جماعة الشحنة? لا مش شحنة. البوتنشيل بتاعهم ده بص بداية نجدر عشان ده لوس وده جين. لكن هل في فريد شارجس? لا درم عند منطقة فاضية. السؤال اللي بعده معي البيتا ومعي ار سي معي ومعي ومعي البي سي سي واحد اتنين تراتة جيب منه مني ومعي البيتا. تروح و معي البيتا. تروح بقى المستلسج الجميل بتاعنا. ان البيتا اي ده بيساو اي؟ بيساو طبعا ال اي لما تجيب الراجل ده بمعك الراجل ده تعيش تجيب ال اي بي. عني اللي بيس. طبع يائز اللي هو أوikelين الالفا اي. الفا اي دي سهل قوي هي و عبارة عن البيتا اي على وان بلاس بيتا اي. بالبيتا اي كده معي. تعود وتجيب الا الفا. السؤال يا جماعة عشان سهل وانا ما بحلوش لانا تعود مباشر. نيجي للسركة الجميلة دي. انا معايل بس هنا في احتمالات مش معروفة. طيب الاكس دي ايه بقى? معلش هنبص هنا عند الاكس هنا وان وهنا وان فايديني في الاخر زيرو. هارجع بالزيرو. الان ده امتى تدي له زيرو لو هنا زيرو او هنا زيرو. زيرو ما شاء الله اي زيرو معاها? طب ثانية واحدة. هنا جي وان. يبقى لازم الاحتمال ده يبقى يبقى باكام? لازم احتمال نه يبقى زيرو. امتى تطلع معا زيرو? هنا وان يبقى ده اكيدة ايه زيرو. ده كده كده. باكس به زيرو. هعمل صاح Σاح الكلام ده كله. اشوف احتمال تاني. الاحتمال الثاني انه هيطلع له اخر احتمال One Z one طلع一. انت اطلع لو كل داخلها وان امتى? انت الان طالع وان لو كل داخل لها وانات. يبقى الزد بجيه بان. يبقى الزد بان. يبقى زيرو زيرو ايه يا جماعة? زيرو زيرو وان. بس كده. سهلة وجميدة. السؤال ايه اللي بعضه? ملعبك? طبعا لازم ايه اللي عادونا? عايزي اعمل. بديه طبعا برضه معيه الاوتبوت. بتركها بكده. ببقى بديك الاوتبوت تمسك الاوتبوت وترجع به له وراء. بمعنى همسك اول الاحتمال. زيرو زيرو وان. هنا وان وهنا داخل زيرو وهنا دخل اйه? زيرو. ركز معا معي. عايزي بقى انا عايز استنت ايس بقى اكيد من الاكس ومن الاي كالوجيك جيت. طيب. هنا بصد كده اركز معايا. الاور هه? الاور واقتها من هي من النوط النوط داخل لها زيرو. اتطلع اي من هنا وان. يبقى الاور واخدها من هنا وان وزيرو من هنا. الاور تطلع كما اطلع وان? حلو. طيب. اه لحال الوقت انا مش عارك مين الواي. بس عانشوف. الاكس دي ما عرفهاش. اكس دي دخل لها ايه بقى? دخل لها من البي زيرو من هنا. ودخل لها من الاي زيرو. ده اخبت بالك اي مش كده معاها. الاكس اهي شايف سلكة الاكس اهي. في ايه دخل لها من البي زيرو. ودخل لها من الاي زيرو. طيب ايان كان من الاكس ده حاجة واخده صفرين. سواء كت او او ان ده طلع زيرو. بص بقى اللقطة الجمادان بقى. الواي. حاجة دخل لها زيرو. ودخل لها ون. طلعت ون. هل ينفع تبقى اند? لا طبعا الاند او ما بتلمح زيرو هتطلع زيرو. يبقى دي اكيد ايه? اور. يبقى اكيد الواي اور. هتستمع الدول. يا اور يا اور. امسى بقى الاحتمال ده وتشتغل احتمال تاني. يبقى دي كده يا جماعة ايه? اور. اور جيت. طيب. الاحتمال التاني زيرو وان وان. آآ زيرو هنا وان هنا وطلع في الاخر ايه? ولا يا بلاش اه شتغل عز م Down للا الور احتمالات كديرة ايه بتخليها تطلع هنا. لو هنا ايه زيرو هنا او هنا وان هنا او في يعني انت افاهم? فالور طيبة افكذا افكذا اشتغل على zijn على طول هاشتغل ايه على زيرو? امت الاور تطلع صيحة هنا وان وهنا زي ايه زيرو? الاور تطلع زيرو لو داخل لاها زيرو هنا مفيش احتمال تاني. طيب ارجو معي هنا انت الاور دي طالع زيرو لو داخل لها زيرو هنا هو داخلها مثلا من النطد يبيني رائق فعلا من النطد يبيني ان هذا ز الشيخ الليل في الاح Да Economics قبل ye perch الاحاكس دي takiego بتبقيت القداء العالي غير ما اد أ Bass فقط الاحاكس الاحاكس ب sounding O تبقى تحر weakest number d. وده سؤال يا جماعة جامد. السؤال ده جامد. السؤال اللي بعده ده برضو جامع مع بعض في الحصة يا جماعةency ايهه بوسي ايه ہیں ايه? يبقى ايه? u or؟ يبقى ان. يبقى انا عايز بوسي ابقي ان gli mnbc andr ممكن.ده كبير ان نصح الى هنا بوسي اند ممكن. طيب لا هاستبعت برضو اول واحدة. حد يقول ليه لانه هو بيقول لك اول واحدة يا جماعة ابدا سي روايط لان ايده لان هما لي houses لانها وهو عب رعم really. ايده لابد صح. طيب اعمل له بقى هدور على حول الاحتمالات. الاحتمالات التي تنور اللمبة او الاحتمالات التي تطفي اللمبة. هتشوف مين الاحتمالات الاقل وتشتغل عليها. بمعنى انت اللمبة بس هنتنور يعني اللمبة يعني one. لو الس اكيد مقفول يعني one والاي اكيد مفتوح عشان ما يمشي الشوط سيركيت وياخد الكارنت هو. يعني ده زيرو مفتوح والب يكون مقفول عشان كرية يمشي كارنت يبقى one. ده الاحتمال الوحيد اللي يدي هنا اولبت one. وانا ههتبقوا. ال a zero هنا وan هنا وان هيديني في الاخر هنا. هنا اس هنا وهنا هنا وان هيديني في الاخر هتعمل ايه? هتدور على السركة لو غيرت الاعتمال هادي احتمال تاني. مينفعش يطلع النفس غير الألم. احتمال تاني معد اذنك. مثلا هقول هنا zero هنا zero هنا وان. اخذت بالك حل. مع نقط الذي ايه? احطلع ايه? مع ال Modern zero one وطلع الآور الان وزياد ع lavor أي max büyMicrot ده اكيد اجابة غرط. بتدور على الاحتمال اللي ديني نفس الاجابة يبقى نستبعد الاجابة دي. لكن هنا غير اي احتمال غير اي حاجة. لو انا مثلا zero وهنا zero وهنا وانا. خدت بالك ايه اللي حصل? الان ده طلع zero. يبقى طلعت اجابة مختلفة يبقى ايه دي. بس كده. السؤال اللي بعده. طبعا من الرسمة كده نعارف مين الايه. ده طبعا واضح نقول البيز واللي فوق ده ده الامتر عارفت مين يا بس ان الامتر دايما بيكون عنده سهم. ده ان بي ان ولا بي ان بي? لا ده السهم ده خارجي. بدأ عبارة عن ان بي ان. ده كل ده من الرسمة. بيقى لك في شورتة جي في الايه. طبعا في كل حاجة. الشورتة جي يعني نقص. في الهولز يا جماعة في الالكترونات ها? طيب. الكوليكتور ليد في الترانزيستور ده فين? طبعا هو مين? هو الاكس. وعليه لبعده? مديني التروستابول وعايزي. عايزي الجيت. حال وقوي. لو انا ركزت كده هعمل ايه? هشتغل على الاحتمال ده. اش معنى لان ده الاحتمال الوحيد اللي بي ديني زيلو. خطي بقى لك اللقطة ده سيعة يا جماعة السيعة ده تتعلمها. يعني بشوية براكس شوية. طيب. الاحتمال الوحيد اللي ديني زيلو. طب ده ما عندي فيه احتمالات كتيرة هتديني ون? احتمالات كتيرة هتديني ون? انا مش شايف غير سكة اور جيت صح? الاند دي بتتلكك على الزيلو. وبقى هتلاقي اغلب الايه? التروستابول ده زيلو هات. هستبعدها. دي دي مجرد خبرة في الحل. انت الخبرة دي بتكتسبها من قدر الحل. دي برضو اند. لا الاند بي تحب الصفار اطلع صفار كتير بقى هستبعدها. يبقى انا هنا يا اما ايه يا اما دي? هعمل زيلو. لو الاحتمال ده هتغير? دي طلع نفس يبقى غلط. لو طلعت احلوة مختلف. وصح. دي معنى. هنا. لو انا ديته انا ايه? مسلا آآ اه وال ووان. وال ون النطر اطلعت زيلو. زيلو وال مع الاور اطلعت ايه? طلعت 1. دي تغير. حلو. طب التاني يبقى هن هنا? لو انا مسلاث hoş مع الاور اطِلع ايه بردو? ماع النطر اطلعت زيلو ايه? دي قابلت باحتمال تاني يبقى دي كده اجابة غلط. احنا لما بتغير هي دي الاجابة الصح. انا عايز السركة اللي ما اتطلعش زيرو الا مع الاحتمال ده. اي احتمال تاني ما اتطلعش زيرو. خلصنا هزا الشتر الكريب الجميل العسول. اتمنى يكون فاتكم باذن الله وان شاء الله يا حبيبي يستنوا فيديوهات حل الامنحانات الشاملة اللي انا وعدتوكم بها باذن الله. هنعمل افقارة بوقت عدود ان شاء الله وانزلها لكم على المنصة بازن الله. تابعوا الاسستن لو اه احتاجتوا اي حاجة تعني بازن الله. كليك معاكم على طول على اي سؤال يخطرت على بالك تبعتوا لي تبعتوا على الاسستن تبعتوا على الكل انا ايه تحت امر حضرتك في الفترة الاخيرة دي. اتمنى بجد ربنا يوفقكم ويساعدكم كده وايه. وان شاء الله تشارفوني السنة دي وانا واصل كده كده انتم هتشارفوني بعد كل التعب اللي حتاكنا مع بعض فترة النواية عامة. اشوفكم ان شاء الله على خيرت الله وربنا يا رب يوفقكم ويساعدكم. والسلام عليكم.